كريمة تسأل عن حديث ويل للعربي من شر قد اقترب تسأل عن صحته و عن معنى كريمة بارك الله فيك بالنسبة لهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله ويل للعربي من شر قد اقترب و أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عند امرأة من أقاربه صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فزعا وقال ويل للعربي من شر قد اقترب ثم ذكر هذا وقال فتح اليوم من ردمي يعجوج ومعجوج مثل هذا قال الراوي وحلق بين الإبهام والسباب قال فتح اليوم من ردمي يعجوج ومعجوج مثل هذا ويعجوج ومعجوج أمتان من بني آدم أمتان من بني آدم جعلهم الله عز وجل علامة من علامات الساعة الكبرى وليس من علامات الساعة الصغرى لا من علامات الساعة الكبرى وهم يخرجون في آخر الزمان كما قال جل و حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ولذلك جاء ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن في موضعين وبالنسبة لهم هم من بني آدم لا كما يتصور بعض الناس بأنهم خلق يختلف عن بني آدم لكن عددهم كبير لا يحصيهم إلا الله عز وجل و يعني إذا أذن الله تعالى بخروجهم أفسدوا في الأرض يعني ما يتركون شيئا إلا أهلكوه يهلكون الحرثة والنسل و يسعون في الأرض فسادا حتى جاء في الحديث الصحيح أنهم يمرون على بحيرة طبرية بحيرة طبرية فيشرب أول الجيش البحيرة حتى إذا جاء آخر الجيش يقولون كان هنا ماء يعني من كثرة القوم من كثرة عددهم يشربون كل ما في البحيرة في المؤخرة يقولون كان هنا ماء ثم إن الله تعالى يهلكهم و يرسل عليهم النغف لأنهم يتوقعون بأنهم أهلكوا كل من في الأرض كما صحت بذلك الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم لأن هذا من أمور الغيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن حالهم و قصتهم و في تلك الفترة يكون عيسى بن مريم قد نزل فيتحصن هو و المؤمنون بجبل الطور عيسى و من معه يتحصنون في جبل الطور خوفا من يأجوج و ماجوج لنلاقب إلا لهم بيأجوج و ماجوج و هذا مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي من السماء و مع ذلك يعتصن بجبل الطور ثم إن الله تعالى يرسل عليهم نغفا و هو دود يضرب كل واحد من يأجوج و ماجوج في رقبته فيهلك فيهلك ثم إن الله تعالى يرسل طيرا فتأخذ الجثث هذه فتلقيها قيل في البحر و قيل في مكان الله أعلم به فينزل عيسى و من معه في آخر الزمان طبعا و تكون الأرض قد امتلأت من جيفهم فيرسل الله تعالى مطرا حتى تصبح الأرض زلقة تصبح الأرض زلقة من نظافتها ثم الله تعالى يبارك في الأرض فتخرج الخيرات و تنبت البركات حتى إن قشر الرمانة يستضل به الفئان من الناس القشر قشر الرمانة يستضل به الفئان من الناس العدد الكبير من الناس من كثرة البركات هذا باختصار فيما يتعلق بيأجوج و ماجوج ترجمة نانسي قنقر